السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الأخوات اللي بس تكون في علم ديالكم بأن حكومة أخ النوش قامت بطرح واحد المشروع جديد اللي كتلقات عليه لإسم انتاع فورصة واللي الموقع الإلكتروني دياله هو فورصة.ما اللي ما زال ما تتحل ما زال ما تطلق آآ وغادي تكون نقطة الانطلاقة دياله هو سبعة في شهر ربعة من هاد العام ديال الفين واثنين وعشرين. طبيعة الحال حكومة قامت بطرح هذا المشروع بأمر من جلالة الملك محمد السادس. اللي ما عارفينوش بزاف ديال الناس بأن هاد آآ المبادرة ديال فورصة كتتخول حاملين المشاريع الشباب اللي كيتجاوز العمر ديالهم ثمانتاش للسانة من الاستفادة من واحدة لمين حاق قد تقدر توصل حصة العشرة ديال المليون ديال سانتيم بالاضافة الى واحدة الواحدة المينحة آآ كتقدر تمكن توصل حصة العشرة لمليون ديال سانتيم اللي كتكون كمنحة آآ مجانية للمستفيد من هاد المشروع. بالنسبة للتاريخ نتاع انطلاق الموقع الالكترونيين تاع هذا المشروع اللي هو فورصة بوائم آآ غاد يكون ان شاء الله في سبعة شهر ربعة الفين واثنين وعشرين. فمن اجل الاستفادة ضروري انك تدخل معلومات نوع المشروع آآ يعني القيمة الاجمالية ديال المشروع ديالك باش كتكون آآ تتكون واحدة لجناة مختصة في كل جهة اللي كتقوم بدراسة المشروع ديالك. وهات شي ما توقفش غير هنا. فبعد قبول المشروع ديالك كتقوم بتكوين المدة ديالو كتوصل حتى لشهرين ونص في المشروع ديالك عاد كيتم آآ عاد كتقوم بالاستفادة من القيمة المالية المحددة للمشروع ديالك. فان شاء الله قد نكونوا نطالعين على جميع المعلومات الجديدة. ما عليك غير انك تتبعنا في القناة ديالنا. وان شاء الله فاش غادي تحل الموقع الالكتروني. هدي نحاولو اننا نديروا واحد المقطع فيديو نشرحو فيه جميع المعلومات كيفاش تشجال كيفاش آآ تختار المشروع ديال كيفاش. طبيعة الحال واحد المعلومة اخرى غادي نقولوها هي ان من اجل الاستفادة من هذا المشروع فالدولة قرارات واحد القرار هو انه ما يكونش عندك ضمانات وخما يكونش عندك ضمانات مادية راي يمكن لك تستفد من المشروع وتاخد المينحها ديالك. شكرا الى كنتي عجبك الفيديو تابعنا باش يوصلك الجديد في هذا الموضوع هذا ان شاء الله.